كيف تعرفوا مرة مرة كندربي واحد تركينا في الاسطور في اي بلاسة بنت تستافت وافكار جديدة وزيفت الحويش وموعم دابك دخلت للبلاي ستور ويفيد انتباهي ها التريتسات الجديدة دي الميطة بطابة الحال من اللي دخلت هنا الانستغرام دخلت موعم وانا ندخل صارح مع مرواق اللي دخلت لهذا السميج وهذا الباش دي الانستغرام مثلا ما اللي جيت نشوف ديما متى انت كشخص متى مهتم بالأبليكاسيون وكتفهم متى في واحد الحاجة تقدر تبقى لك هذا الايكون تشوف هذا الايكون متى اوش زوين او لا ما مضربت على الاسكرينشوت جيت نشوف لقيت الاسكرينشوت عاديين وسامبل فهمتي وكبين وغير محتوى محتوى ذك التطبيق وها ضربين يعني ما عنقوش لك ضربة مليار حيث هنا يكن بزاف دي الحيتيات ولكن اللي بغيت نوصل لك هو انه من اللي كتكون نحن تشوف تها الديسكريبشون كدير من اللي كتكون الفكرة واضحة انا ما كتحتاش للشرح ما كتحتاش بزاف تعقيدات ويزيد دير الالوان وندخلوا لهذا التريت عمال اللي جديد وكل شي فشوف اللي سكرينشوت كيف ديري جوش الالوان بيضو الكحل اسمي شو صافي share your point view زي ما keep your ether name زي ما كتخلي نفس الether name نفس صافي رسائل واضحة صاف خمسين مليون حاجة اخرى اللي بغيت نوري لكم هي التسويق العادي مبقاش خدام واش انتا تلاقيتم عشاءات ديالالتريت ديرها فيسبوك متان قدر تكون ديرها حيث هي كل شي عندها وكل شي فابوروة لكن ما ما كون قاعد دارتليها بهاديك الطريقة البدائية ديال نشط الابريكاسيون ديالها اتس وكدا ما غاداش تجي غاداش تجي حامضة دبا اللي بغيت نوصل لك وهذا الفكرة هي اللي بغيتك تخرج بها من هاد الفيديو هو انه ذوك الرؤوس كبار ذوك الناس اللي اللي واكلين تتسويق وديما كننظر لكم الاهمية التسويق وديما كنقول لكم شنو تسويق وشنو ساوي ما بقوش كي ديروا دك تسويق العادي ديال لدير اشهار ولا دير بانو متان في مدينة ولا دير طلق الات فيسبوك ولا طلق الات في داك ولا واحد الاشهار اللي بحلق لشي بالأحداث اشهار بالأحداث قبل هاد مساء ناخدو إيلون ماسك ومارك زوكوربارك فقبل ما يطلقوا هاد شي قدرنا انا رأى كنشك في انهم تافقين بيناتهم فهمشي ديك المباراة اللي بغين يديروا دوك البلانات فهو غير بحلق الشي بشي بقى ديما داك البرند ديالهم دير داك البرند ديالهم هادرين علي الناس ديما ديما هما في الواجهة هاد البلان كان ديروا حتى حتى إيدياس المالكي بحيث انه أعطيتكم عمية تاربور بش تفهموه بزافة الأمور أنه كان يجبده بنادم وذاك بنادم كيرود عليه وذاك شي وذاك بنادم غد قولي مثلا لا ما يجاوبوش رامل أحسن يجاوبوه حيث عندهم الربح بجوش وفي النهاية تقدر تلقاهم أصدقاء في الخافاء ولا بزافة الأمور هاد البلان قدر تكون 100% ديرون حيث مثلا هاد شي ميدروهش مثلا مع مول تيك توك ولا مثلا مول مدام أن الكيكا بيناتهم فمش مشكي اللعبو بياك بغيناه وليوما بينه راح نخوت اليوما غدا بينه راح نصحاب راحنا رجعوا لتصويق بالأحداث فمثلا هاد تريت ما ما سوقوش لي بواحد طريقة نبيدائية ولا طريقة قديمة وإنما سوقو ليه بناء على واحد الأحداث قبل كي يديروا واحد الأحداث مفتعلة وتقدر تكون ماشية مفتعلة مثلا غير أنا وقع بينه وبينك مشكل أجي هذك المشكل لنركب عليه هذك الموجة وندخل الفلوس هذه هي العقلية اللي كتكون هذك رجال أعمال الكبار بحيث أنه ما بقاش كي يستغل هذك الطرق تصويق القديمة بحيث أنه كي يستغل أي طريقة تكون مربعة حيث العقلية دي هو أنه كتولي أي حاجة تبلغ لكفع فلوس أي حاجة تبلغ لكفعها الناس كيتشوفها عادية وتا كتشوفها فلوس فاللي بغيت نوصل لكم أنه هذ البلان دي تصويق بالأحداث ولا تصويق العادي بموقعش خدام وحاجة أخرى هو أنه إلا كانت فكرتك واضحة وانت ديجا واصل لك الناس اللي بغيت وصل لهم فرح ما كيحتاج تعقيده ما كيحتاج كيحتاج أنك توضح لهم الطريق وتشرح لهم بأبسط المسافف بسافف ذك الشرح مباسط هذا حرف بحل أروباز تفلوغو تفكل شي حيش بنادم كهاء كهاء من دي قوز زواقات وذك شي ولا بغي ذك شي اسامبل موريح العين موريح الدماغ ماشان دماغي ما يبقاش خدام في الفادي ويبقى خدام في اللوغو بسافف شو بدغي يا ماشان عيني عيني وللفاتو ما فهمشك بشي كدلقى ماشان مغريبة كيبغي يصاب بلوغو كي يجيب في عشرات موام أنا داوي كانت درداشة أخفية فطريفة كانت مناسبة بخير وبمناسبة أني غبرت عليكم قلت من دير هذا الفيديو هذا ما كان ان شاء الله ونطلقه فيديو جديد ان شاء الله ودرداشة أخرى ان شاء الله